موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقائق اخبارية مرحبا بكم اكد القادة العرب في البيان الختامي لأعمال الدورة الحادية والثلاثين للقمة العربية التي عقدت في الجزائر دعمهم لوحدة وامن واستقرار اليمن وعبر القادة العرب عن ادانتهم لرفض ميليشي الحث الارهابية وعرقلتها لجهود تمديد الهدنة الانسانية واستمرار حصارها للمدن وتصعيدها العدواني الاخير من خلال هجماتها الارهابية بالطائرة المسيرة على المشأة النفطية في محافظتي شبوى وحضر موت وغيرها من الاعيان المدنية وشدد القادة العرب على ضرورة تجديد الهدنة الانسانية كخطوة اساسية نحو التوصل لحل سياسي شامل للازمة واكدين على اهمية استمرار العمل على التوصل لحل سياسي للازمة اليمنية وفقا للمرجعيات المعتمدة بما يضمن امن اليمن واستقراره وسيادته وسلامة شعبه وامن دول الخليج العربي وجدد القادة العرب استمرار دعم الحكومة الشرعية اليمنية وجهودها في انهاء الازمة وانهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة وتحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة اليمن مباركين تشكيل مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي وكانت المملكة العربية السعودية دعت الى التعامل بجدية مع ميليشي الحوثي الارهابية المدعومة من ايران واكد وزير الخارجية السعودي الامير فيصل بن فرحان في كلمة المملكة في القمة العربية المنعقدة حاليا في الجزائر على اهمية وجود ضغط سياسي متواصل من قبل المجتمع الدولي والتعامل مع ميليشي الحوثي بجدية وحزم اكبر لتحقيق السلام المستدامي في اليمن المبني على المرجعيات الثلاث وقال ان السعودية مستمرة في دعم الجهود الرامية الى تحقيق السلام في اليمن مشيرا الى ان بلاده بذلت جميع الجهود لدعم المبعوث الاممي في مقترحه الى تمديد الهدنة وشدد على اهمية توفير الدعم اللازم لمجلس القيادة الرئاسي مشيرا الى اهتمام السعودية بالاوضاع الانسانية في اليمن بتقديم الدعم الانساني والاغاثي والتنموي في اليمن هذا وجددت دولة الكويت دعوتها الى التعامل بشكل حازم وجاد مع ميليشي الحوثي الارهابية المدعومة من ايران لوقف وتحييد خطرها ودعا ولي عهد دولة الكويت الشقيقة الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح في كلمة ألقاها اليوم في الجلسة العلنية للقمة العربية المنعقدة في الجزائر دعا المجتمع الدولي الى التحرك لردع الاعمال الارهابية الحوثية ومحاسبة مرتكبيها صيانة للامن والسلم واحركة الملاحة البحرية وجدد الصباح ادانة الهجوم الارهابي الذي شنته الميليشي الحوثي الارهابية التابع لايران على ميناء الضب النفطي بحضر موت عادا ذلك انتهاكا صارخا للأعراف الدولية واكد ولي العهد الكويتي رفض بلاده لموقف ميليشي الحوثي الارهابية من تمديد الهدنة داعيا المبعوث الخاص الاممي الى اليمن الى مواصلة الجهود من اجل التوصل الى حل سياسي للازمة اليمنية وبما يحقق تطلعات الشعب اليمني جدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك تأكيد التزام الحكومة بحماية المصالح الحيوية لشعب اليمني واتخاذ كل ما هو ضروري لتأمين الملاحة الدولية والحفاظ على استقرار سوق الطاقة العالمي وردع اية محاولات ارهابية تستهدف الامن المحلي والاقليمي والدولي وبحسب وكالة سبا استمع رئيس الوزراء من محافظ حضر موت من خطب الماضي الى اوضاع المحافظة في الجوانب الخدمية والتنموية والامنية وما تبذله قيادة السلطة المحلية من جهود التعامل مع التحديات المستجدة واوجه الدعم الحكومي المطلوب واتطلع على الخطوات التي تم تنفيذها لحماية المصالح الاقتصادية الحيوية في المحافظة وتدعيات استهداف الميليشي الحوثية لميناء الضب النفطي والذي يعد استهدافا للاقتصاد والشعب اليمني وتهديدا للملاحة الدولية وسوق الطاقة العالمي ولفت رئيس الوزراء الى ان الخطر الاكبر والعدو المشترك لليمنيين والعرب جميعا والانقلاب الحوثي المدعوم ايرانيا وما يمثله من تهديد خطير لليمن وشعبها والملاحة الدولية وما يحتم حشد كل الجهود وتركيزها من اجل هزيمة هذا المشروع الامامي التخريبي اعلنت الامم المتحدة مقتل العشرات من المدنين في اليمن في العديد من المحافظات جراء الالغام والذخائر غير المتفجرة خلال اشهر وقال مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون اللسانية في اليمن في تغريدة على تويتر ان الالغام الارضية والذخائر غير المتفجرة تستمر في الحاق خسائر فادحة بالمدنيين في اليمن اكد المكتب الاممي ان الالغام الارضية والذخائر غير متفجرة مسؤولة عن 343 ضحية مدنية بما في ذلك 95 حالة وفاة و248 اصابة منذ ابريل الماضي وعمدت الميليشيا الارهابية الحوثية منذ بداية الحرب الى زراعة اعداد مهولة من الالغام في محافظات عدة وحاولت اخفاها باشكال والوان وطرق مختلفة ما ادى الى سقوط الالاف من المدنيين بين قتيل وجريح توفي ستة صيادين من ابناء محافظة تعز غرقا جراء انقلاب قاربهم في عرض البحر الاحمر وقالت مصادر محلية ان ستة صيادين من ابناء مدرية ذباب بمحافظة تعز توف غرقا جراء انقلاب قاربهم قرب جزيرة دهلك الاريتيرية اشارت المصادر الى ان الصيادين من محافظة الحديدة عثروا على اثنين اخرين تشبثا بهيكل القارب ليتم انقاذهما من قبل صيادين صادف تواجدهم قريبا من الحادثة اعلنت الاجهزة الامنية بشرطة تعز امس الاربعاء ضبط المشتبه في قضية ابتزاز الناشطة سار علوان بعد محاولتها الانتحار ونقلها الى المستشفى لتلقي العلاج وافد مركز الاعلام الامني بشرطة تعز بانه حسب المعلومات الاولية فقد تلقت الاجهزة الامنية مساء امس بلاغا عن اقدام الناشطة سار علوان على الانتحار عبر اطلاق النار على صدرها من سلاح نوع مسدس وتمكنت الاجهزة الامنية بقسم شرطة عصيفرة من ضبط المشتبه به في قضية ابتزازها بناء على الاولويات المتوفرة لدى الجهات المختصة اكد محافظ محافظة المهرة بان منحة المشتقات النفطية السعودية ستسهم في استقرار التيار الكهربائي في المحافظة مثمنا الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لمحافظة المهرة وللجهود الملموسة التي يبذلها البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن في مختلف المجالات ومنها مجال الطاقة اشار المحافظ الى استمرار دعم السلطة المحلية لمؤسسة الكهرباء وتذليل مجمل الصعوبات بما يمكنها من تقديم خدمات افضل للمواطنين معبرا عن تقديره للجهود التي تبذلها مؤسسة الكهرباء وكوادرها جاء ذلك خلال ترأس المحافظ بن ياسر اجتماعا لمناقشة الجوانب المتعلقة بمنحة المشتقات النفطية السعودية المقدمة عبر البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن الموجه للتشغيل محطات الكهرباء اضافة الى معالجة اشكاليات المتأخرات افتتح وكيل محافظة حضر موت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس يشام السعيدي اليوم عيادة طبية بمطار سيئون الدولي وتعرف الوكيل السعيدي ومعه مدير عام الصحة الدكتور هاني العمودي وعدد من المختصين من مسؤول العيادة الدكتور عبدالباصل الزبيدي على ما تحتويه العيادة من اجهزة ومسلزمات وادوية اساسية اضافة الى الكوادر الصحية العاملة من اطباء وفنيين والذين يقدمون خدماتهم الصحية المجانية للمسافرين عبر المطار واعرب الوكيل السعيدي عن امله في تقديم خدمات طبية تجسد عمليا الاهتمام الرسمي بالمنافذ الجوية والبرية وتوفير الخدمات الصحية للمواطنين مطار سيئون هو يحضع بقبول كبير جدا على مستوى الجمهورية بشكل عام ويستقبلك الكثير من المسافرين بشكل عام لذلك هذه الخطوة ستكون لها وقع ايجابي وصحي كبير جدا توفير خدمات الاساسية وهو خدمة اساسية مجانية مقدمة من مكتب الصحية العامة والسكان كل شكر لهم وكل شكر ايضا لمطار سيئون على هذا البادرة الطيبة وعلى هذا التعاون الجييد وايضا نشكر قيالة الشرطة الجوية في الاجتوفر الحماية الامنية بشكل عام والجانب الليجيسة ايضا والامنية بشكل عام لحدها المطار مطار سيئون يحضع باهتمام كبير وكل يوم ان شاء الله سيتقدم الى الافضل والافضل الان مطار سيئون يشتغل على مدار الساعة وجود عندنا كل الكوادر من الحجر الطبي كذلك الزراعة والاثار وكل الاقسام المهمة لسيادة الدولة موجودة في مطار سيئون الدولي هذه العيادة تأتي في اطار ادارة صحة المواني والمحاجر في وزارة الصحة وفي مكتب الصحة في حضرموت الوادي والصحرة ودائما هي اولوية لدامعة لوزير الصحة العامة والسكان تفعيل ادارات صحة المواني والمحاجر كونها الخط الاول دفاع عن الجمهورية اليمنية من انتقال لأي اوبيا او امراض خطيرة اشهد الوكيل المساعد ريشون مديريات الوادي والصحراء ايشام السعيدي بالمبادرة المجتمعية التي اقامها الاهالي من ابناء حي القرن بمدينة سيئون في ردم الحفر الموجودة على الخط الاسفلتي واثنى السعيدي على تكاتف ابناء الحي والعمل بروح المبادرة والعمل التطوعي الواحد من اجل اصلاح الاضرار واستمع الوكيل السعيدي من عاقل الحي شيخ عمر السعدان خباه الى اهمية الخط الذي يعد ممرا اساسيا داخل الحي وقد تسببت تلك الحفريات او تلك الحفريات في كثير من الحوادث المرورية دقائقنا الاخبارية انتهت في امان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة